أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله عن تطلعه إلى المزيد من المشاركات التي تتسم بالإبداع والتميز في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي بما يحقق الأهداف المنشودة جاء ذلك في رسالة وجهها سموه إلى موظفي القطاع الحكومي عبر البريد الإلكتروني حيث قال سموه ندعوكم بروح الفريق الواحد وبحب للتحدي وعشق للإنجاز من خلال تحديد مواطن التطوير للبناء على ما أنجز عبر طرح أفكاركم لصياغة قصص نجاح نفخر بها في كل قطاع ففكرة اليوم أساس مستقبل الوطن وفيما يلي نص الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأننا نؤمن بأن كل إنجاز عظيم يبدأ بفكرة فقد أطلقنا في السنوات الثلاث الماضية مسابقة الابتكار الحكومي بهدف توفير فرصة لكم للمشاركة بالأفكار المبتكرة وتبنيها كمبادرات خلاقة لتطوير العمل الحكومي من أجل حاضر ومستقبل البحرين وأبنائها وفي هذا العام نتطلع معكم إلى المزيد من المشاركات التي تتسم بالإبداع والتمييز كما عاهدناكم مهتدين بالنهج الذي اختطه لنا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حافظه الله ورعاه وضعين مملكة البحرين أولا ودائما نصب الأعين ومن أجلها نواصل الجهود لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين الأداء الحكومي بما يحقق الأهداف المنشودة لقد كان تحدي جائحة فيروس كورونا فرصة للتأكيد على أن الاستثمار في الكوادر الوطنية وتبني الأفكار الإبداعية هو خير استثمار للوطن فالتحديات نستطيع أن نصنع منها قصص نجاح ومشاريع ومبادرات مستقبلية ينعكس أثرها لصالح مملكتنا الغالية بجهود أبنائها المخلصين ولا يفوتنا أن نجدد الشكر والتقدير لكم كأعضاء فاعلين ضمن فريق البحرين فكل نجاح تحقق في مواجهة الجائحة كان مرتكزه العزم والعزيم الجامعة لكل أعضاء هذا الفريق مما أسهم في استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها بلوغا لمرحلة التعافي الاقتصادي ندعوكم بروح الفريق الواحد وبحب للتحدي وعشق للإنجاز من خلال تحديد مواطن التطوير للبناء على ما أنجز عبر طرح أفكاركم لصياغة قصص نجاح نفخر بها في كل قطاع ففكرة اليوم أساس مستقبل الوطن أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخدمة هذا الوطن العزيز دمتم بحفظ الله سالمين موفقين سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يذكر أن مسابقة الابتكار الحكومي فكرة مستمر للعام الرابع على التوالي وتهدف المسابقة إلى تحفيز الإبداع والابتكار لدى موظفي القطاع الحكومي وإتاحة الفرصة أمامهم للتنفس في تقديم مخترحات فاعلة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي ويمكن للموظف الحكومي التقدم بالمقترحات للمشاركة في هذه المسابقة عبر موقعها الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر